طيب نروح لأطمينكم على طبعاً النهاردة تابعنا أصابة حمدي فتحي في شوط الأول من مباراة مصر واللبنان أطمينكم بس يعني بداية على حمدي الحمد لله إصابة بسيطة جداً وإن شاء الله بإذن الله مش هتأثر عليه أو على تواجده في الفترة اللي جاية مع المنتخب في بطولة كهس العرب واتحاد الكرة بالفعل تواصل مع الجهاز الطبي وأكدونا أنه الراجل حالته كويسة جداً ومطمئنة جداً وما فيش أي مشاكل بالنسبة لحمدي فتحي لكن فيما يتعلق بعلي معلول هو مبارح بعد مطش موريتانيا اللي فازت فيه تونس خمسة واحد وأشارك في الشوط الثاني وبعد مطش بقية في نهاية المباراة كان متأثر كده يعني كان متألم بشكل كبير جداً هو النهاردة مفترض أن معلول هيعمل أشعة عشان يتطمن على نوع وحجم الإصابة وبينانا عليها هتتحدد بقى يعني إمكانية أنه يواصل مشاركته مع منتخب تونس في البطولة ولا هيخرج من القايمة ويستدعي الأمر طبعاً أنه يرجع عشان يبدأ تنفيذ برنامج عليك من أخبارنا